تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 490 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 201 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 75 طن كما تم ضبط 10 أطنان أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 126 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 718 قضية من بينها 127 قضية خبز ناقص الوزن و83 قضية خبز غير مطابق للمواصفات